طيب الشروط الثاني تصورت هي احمد أن الأهل هيبقى عنده رأيكشن أو رد فعل أقوى من كده الأهل في الشروط الثاني يمكن أقل حتى من الشروط الأول الشروط الأول الأهل كان أخضر من الشروط ال otras لماذел الشروط التاني الأهل حتى مع التغييرات الهجومية العديدة ما قدرشي مسل خطورة كبيرة على اتحاد العاصمة الشروط الـ الأهل بدنياً كان بيين قوي أنه هو قولاً الأهل بدنياً في الشروط الثاني فريق أغلبه مستوى البدني نزل جداً الأهلي الشوت الأول من وجهة نظري كانت فرصاته في أول مطش الأهلي فعلاً كمستوى جودة بين الأهلي والتحاد العاصمة الأهلي أقوى طبعاً الأهلي يكسب طبعاً ولكن الأهلي يكسب في حالات أما الأهلي يلعب كورته التحاد العاصمة وعبدالحق بن شيخة شدنا الكورة أنا شايفها أنها مش كورة كولر في ظل عدم وجود مودست في نص في قلب الملعب مودست هنقدر نستغله بشكل جيد جداً في الكورات العرضية لكن عندما يضطر الأهلي يلعب 22 كورة عرضية في المباراة يبقى منهم خمسة صحيح بسي فده رقم قليل رقم قليل فعز من دي مش كورة الأهلي الأهلي لو لعب كورة على الأرض مع التحاد العاصمة كان هيفرق كتير الأهلي في الشوت الأول ولا تزديدة ولا أي خطورة من العمق الخمس سازات الأهلي في الشوت الأول على المرمى كلهم من أطراف من إمام عشوري 2 ومن ريدا سليم 2 واحدة من محمد عبد المنع من قلب السندوق التهديد من العمق صفر من وجه من نظري أن هذا الماضي كان أفشى من الشوت الأول الأهلي كان يحتاج إلى نص ٩ الملعب بلعب كورة فكرة أمام عشوري وأنه يذهب إلى الطرف فنص وفي الأ Kaiser ملعب ومن الأطراف من فضي فأنا لا يزحد تعلق لأننا ننظر كله من الأخير في الشوت الأول كلها من الأطراف أثنين أمام عشورو ه Hos 2 و2 ريدا سليم واحدة من الشمال واحدة من القتد والتأمر من الأماكن وابتبع محمد عبد المنع محمد العيم هذا الشوت الأول فكل محاولات الشوت الأول في النادي الأهلي من الأطراف محاولناش خلص من العمق مع العلم أن النادي اللي أعب كورة على الأرض كان يظهر فرق جودة للنادي الأهلي الأهلي أقوى الأهلي أحسن وده يبانت أوي فكرة أنه هو إمام عشور بيسحب نفسه على الطرف في الناحية الشمال في الناحية الشمال رد أسليم في الناحية المين العمق أليو ديانجو وماروان عطيه مش بيومه أبيب دور هجومي وفي حسن الشحات أنا كنت شايف أن بصراحة إمام عشور أما راح في الناحية الشمال أنا حسنت أن حسن الشحات ما كانش مؤثر ما كانش حسن الشحات بتاعي السيد زرفيت اللي حنشوف نهاية في الناحية الشمال اللي كان عامل تأثير كبير جدا مع نادي الأهلي فما رجع إمام مصر كولر يحاول أن هو يعدل في الشوت التاني ورجع إمام عشور كلعب وقصة تاني وسحب حسن الشحات كان فريق بدنياً قل فريق بدنياً نزل جداً وده كان بناء العيبة كتير من ضمنهم كهرباء اللي سحبوا في آخر الشوت من ضمنهم رودا سليمي اللي اضطر أن هو برضو يسحبه من ضمنهم مروان عطية اللي اضطر أن هو يسحب ولعيبة كتير بدنياً النصطوة البدنية بتاعها أقل كتير فمصطوة النادي الأهلي ما كانش أفضل حاجة طيب